عرض زوروني كل سنة مرة هو مشروع التخرج الخاص بالدفع السبعة من الستوديو العرض تأليف الفنان شادي الدالي يمكن أنا علاقتي بالورق ده قديمة شوية لأن شادي كتب الورق ده في 2010 احنا يمكن عملين له أبديت جديد أنا كنت شادي صديق لها وكننا مع بعض بفرقة واحدة وهو كان كاتب الورق ده وأنا لما جيت أشتغل على مشروع التخرج وافتكرت الورق ده فكلمته وقلت له هنشتغل عليه تاني مع الشباب فما كانش عنده أي منا هو العرض بيتكلم عن مشاكل الشباب وبيتكلم عن تأثير التكنولوجيا مثلا في العلاقات الاجتماعية بين الشباب دلوقتي قدي إيه الاستخدام الخاطئ للسوشيال ميديا قدي إيه دايما الشباب دلوقتي بقى بيفكر في فكرة الارتباط مثلا بالبنات أو بالأنسة لمجرد الارتباط حتى لو هو مفيش أي عاطفة بتحركه بدرجع كمان بالزمن لفترة العشرينات والثلاثينات في العرض فبنكتشف أنه برضو حتى في عدم وجود التكنولوجي وكده هي نفس المشاكل باختلاف أشكالها يمكن هو العرض بيلقي الدوق على مجموعة المشاكل دي العرض ده إحنا قدمناه في سكندرية في شهر ستة في مركز الإبداع كمشروع تخرج ثم استكملنا العمل عليه عشان نقدمه النهاردة في المهرجة للقوم المصرحة المصرحية بتتكلم عن مشاكل الشباب عموما بتتكلم عن فكرة مواجهة أصلا المشاكل بس طبعا ما بنواجههاش لأنه نحن بنشعر بالفشل بيتكلم برضو عن عدة مشاكل زي الخيانة هو الفشل في عدة مواقف أو في عدة حاجات كتير كده في حياتنا يعني العامة بس بالنسبة بقل الأدواري في المصرحية فالدور الأول هي بنت بتدور على حد تحبه يعني حتى لو على الفيسبوك اي طول الوقت طبعا قاعدة على السوشيل ميديا بقى وريفر بقى فيسبوك واتساب المهم منها قاعدة بتتعرف على شاب والشاب ده بيبقى حلو جدا هي ببصت للمظهر مش ببصت للبطن يعني لأنه أصلا عن طريق السوشيل ميديا من هنا ل هنا بتبتدي تتعرف عليه لحد ما بيتقابله وبيحصل تصادم طبعا لهو مش ده اللي في خيالي مش ده اللي حقيقي وبعد كده بتبتدي بقى أن هي تكتشف أن الحياة فجأة تحولت لموبايل وتحولت لأن أنا في شخص أنا مش عارفة حيات كلها شايت معي فبيحصل بقى هنا تصادم وإني لا خلاص بقى بيقطعوا علاقتهم اللي بانوها على السوشيل ميديا بيقطعوها شوفت فكرة العرض هروب من الواقع حتى برضو في الزمن القديم 1920 برضو كان هروب من الواقع هو زمان أو دلوقتي الوضع هو هو بالتفكير هو هو ما كانش فيه اختلاف كبير يعني عامل دورين في العرض الدور الأولاني بيتكلم عن الشاب اللي هو عايز يحب بقى وعايز يحب بقى أي حد ومش فرق معاه إن شاء الله يعني تكون وحشة بس المهم هو عايز يجرب تجربة الحب وفي الآخر بيكتشف بنفس الوقت اللي الموجود فيه دلوقتي إن الجيل بيهتم بالمظاهر أكتر مما بيهتم بالحب والدور التاني شاب يعني فقير دخل كازينو في سنة 1920 قابل واحدة جميلة فحب إن هو يتعرف عليها ويستلطفها تلعت برضو نفس المشكلة إن هي خطبها برجل أعمال وهي بتهتم بالمظاهر وخاف وطلع يجري هو أنا العرض مقسم النسباني لمنطقتين أول منطقة في الأول خالص فأنا بعرض مشكلة من مشاكل البنات اللي هي تقريبا منتشرة جدا دلوقتي هي البنت اللي عايزة تحب دايما بدور على فتح أحلامها وكده ولدرجة إن هي هتطبع بطبعك المهم إن أنا لقي فتح أحلامي ولاقي اللي أنا عايزة فدي كانت مشكلة من مشاكل البنات عموما اللي هي دلوقتي في الجزء الثاني إن العرض الزمن القديم سنة 1920 وهي مطربة للمفروض أنها بالبقى الرئيئة جدا بما تشكلها حلوة قوي وسيطلع منعها جدا غريبة كده وبرضو بتعرض مشكلة من مشاكل بس في الوقت ده في العصر ده الدور ده مهم بالنسبة لي لقفدني كتير جدا 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 بسبب الرتم السريع قوي ده وانضباطه أهم حاجة تقريبا فيه وخلاني أول مرة إن أنا نروح كده ناحية الكوميديا حاجة اللايت دوري في المصرحية الروي وهو اللي بيعلق على كل الأحداث المصرحية نفسها بتتكلم عن المجتمع نفسه والفشل بكل صوره الفشل في الحالة الاجتماعية الفشل في الحب الفشل في الفن نفسه الفشل في كل الأوقات يعني وهو الدور قريب مننا لأن أنا بلعب دور فنان فشل يعني مش قريب مني هو قريب مني كفنان يعني أنا بحاول مفشلش يعني فما لقيتش يعني صعوبة يعني احنا بنبين كل صور السلبية اللي بتؤدي للفشل عشان نتفاديها أو عشان نظهر ان دي سلبيات بتؤدي بس